أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين أن جميع المصابين في حادث سقوط منطاض هوائي بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر والبالغ عددهم 12 شخصا قد خرجوا جميعا من المستشفى عدى ثلاثة منهم يتلقون العلاج وأشار الوزير إلى أن حالة الوفاة الوحيدة في الحادث تعود لسائحة من جنوب أفريقيا وذكر بيان للوزراء أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بعشرين سيارة إسعاف مجهزة ولنشاة نهرية خاصة من جهته أشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد نجاهد أن حالة الوفاة لسيدة تبلغ من العمر 36 عاما وأن جميع المصابين إصابتهم متوسطة ما بين كسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسد فيما عدا حالتين إصابتهما خطيرة اشتركوا في القناة